فصل الشتاء خلاص على الأبواب الحمد لله على سلامته والله لأنه ما كانش صيف سهل أبدا علينا والشتاء دايماً بيكون تحدي كده بتوجه الأمهات والأباء نتيجة نزلات البرد وكمان الفيروسات التنفسية اللي بتصيب الأطفال وحديثي الولادة يمكن عشان كده النهاردة قررنا أن احنا نتكلم معاكم في رشدة طبية وافية ومتكاملة إيه التصرف الطبي السليم اللي لازم ناخده في حالة إصابة أطفالنا بالفيروسات التنفسية في فصل الشتاء مع فصل الشتاء دايماً ودخول المدارس ولدنا بيعيوا كتير وبيصابوا بنزلات برد هنعرف مع ضفنا الكريم اللي بنوارنا في استوديو صباح الخير مصر دكتور يوسف سعد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة إزاي نتعامل مع أطفالنا ودخولهم المدارس والإصابات المتكررة دايماً بنزلات البرد بنصبح لحضرتك بنوارنا أهلا بساعدتك بكل أستاذ المشاهدين أهلا بساعدنا بيعيوا دايماً أول ما نخشوا المدرسة كده وينزلوا يروحوا يبتدوا بقى نروح قاول ديوم النسانة الدراسية ده أكيد بيلاقي بنتي أو ابني راجع عنده شوية برد ليه؟ لأن أنت كنت في فصل الصيف قاعد في بيئة صغيرة أب وأم وأخوات صغيرين جوه جوه البيت بتروح أماكن مفتوحة زي النوادي زي المصايف والحاجات دي مرة واحدة دخل خريف وإحنا على أبواب الشتاء زي ما الأستاذة بتقول أن إحنا دخلنا اتنقلنا من بيئة صغيرة إلى بيئة واسعة بنركب بص المدرسة زحام أطفال كتير بننزل بنخش الفصول برضو في أطفال كتير أمراض الشتاء وأمراض فصل الخريف أمراض تنفسية بتتنقل عن طريق الرزاز وعن طريق العطس فمجرد أن الطفل واحد عيام في الفصل ممكن يعدي كل اللي في الفصل بتنزل من بيئة دافية في البيت إلى بيئة شوية برد الصبح وبعدين الضهر الجوي بتبدي الشمس تطلع تاني اختلاف درجات الحرارة دوت مع البيئة المقتزة بالأطفال دي بتبقى فرصتها أكبر لنقل العدوى خاصة الأمراض التنفسية بين الأطفال ده سبب أن الأطفال أول ما بيخدشوا المدارس بتبقى فيه فرصة للعدوى وتكرر العدو دكتور فيه تصرفات خطيئة بينتهيجها البعض ممكن تكون هي السبب في سرعة انتقال الفيروسات التنفسية عند الأطفال أو الأطفال اللي أصيبت بالفعل بالفيروس التنفسي بنتصرف كأومهات بالطريقة غلط تخلي الفيروس يفضل مدة دورة حياته أطول أو يبقى قاعد متمكن من الجسم أكتر؟ فيه حاجات كتيرة مفروض الأهل بيعملوها الأسرة بتعملها وفيه حاجات على المدرسة المدرسة عليها أنها تهتم بتهوية الفصول تهتم بنظافة الدسكات أن الدسكات دي تكون معقمة ونضيفة علشان التلامس مع الرزاص برضو ممكن ينقل العدوى المدرسة عليها أن أي طفلة عنده ارتفاع بسيط في درجة الحرارة الطفلة عنده راشح عنده عطس أن احنا ما ندخلوش المدرسة ونديله فرصة أنه هو يقعد في البيت وعادة وبرضو بنقول لكل أم أنك لو لقيت أن ابنك سخن شوية أو دافي حتى أو مقصر أو بيشيك زوره وجعه أو أن الولد عنده عطسة عنده بداية دور برد احنا بننصح أن هي ما تنزلوش المدرسة لسببين أول سبب أنك لما بتقعدي الطفل أنت بتديله راحة فبياخد فرصة أن مناعته تترفع نمرة اتنين لما بينزل فيه فرصة أن ينقل العدوى لكل زميله اللي معاه في الفصل غير أن المناعة هتقل فرصة طول المرض هيطول فطرته أنه يقعد في البيت هتبقى أطول يبقى نصيحة لكل أم قبل ما تنزلي ابنك لو تعبان قاعده في البيت هياخد يومين بالكتير ثلاثة ويسترد صحته ويرجع مدرسه بنقول لكل أم لازم الولد قبل ما ينزل من البيت لازم يأكل مفروض أن الطفل يفطر حاجة بسيطة قبل ما يروح المدرسة لأدة أسباب أن السكر بتاعه يكون في معدلات طبيعية ما يبقاش للسكر بتاعه واطي أن الطفل لما بيأكل فيه حاجة سهلة جدا بنصح بيها كل أم قبل ما ينزل من البيت أكليه بيضة البيضة الصغيرة دي عبارة عن علبة فيتامينات مش حبات فيتامين علبة فيتامين ليه البيضة مهمة؟ البيضة دي فيها مادة الكولين الكولين دي ده ناكل كيميائي بيساعد عن نواق العصبية الأستايل كولين في المخ ده بيصحصح المخ في مادة اسمها اللوتين اللوتين ده بيقوي العين للعين بالزبط فيها مجموعة من الفيتامينات فيها فيتامين A في حالة نشطة فيها فيتامين A وفيها فيتامين B فيها فيتامين K فيها أعلى نسبة فيتامين دال البيضة دي مليانة أمي جسري برضو للمخ مفيدة أن الطفل يبقى مصحصح في المدرسة بنصح كل أم أنها ما تنزلش ابنها في لبس مغالة فيه احنا دولة مشمسة طول السنة ودولة جميلة الجو عندنا معتادل طول السنة فما فيه جهة أننا ألبسهم جاكتات وساعات الآيس كاب وجوانتيات الحاجات دي مش حاجة صحية للأطفال خالص لازم الطفل ينزل يكون معاها لانش بوكس خاص بي لازم أعلم ابني أنه يغسل إيده قابله بعد الأكل لازم أعلم ابني أن ترمس المية ده بتاعه خاص بي أكله خاص بي مفيش داعي لتبادل الأكل مع زمينة لأن بعض الأطفال بيبقى عندهم مثلا حاجة زي أنيميا الفول ممكن ممتي محضرها لأكل يكون دار لصحبي أو صحبي يكون أكله داري لي بعض الأطفال بيبقى عندهم بعض الأمراض خلل في التمثيل غزائي فممكن يكون عندهم سندويتش مربة أو حلاوة أو عسل أو مادة دهونية الحاجات البسيطة دي حاجات مهمة قبل من روح المدرس دكتور إيه أشهر الأمراض التنفسية مع دخول الشتة اللي ممكن ولادنا يصابوا بيها وهل في أمراض سهل التعافي منها وممكن أمراض أخرى لازم أروح أزول الطبيب يبقى فيه هنا التدخل ومباشر أشوف إيه المشكلة ولا بس هفلي ممكن يعني ياخد وقت من الراحة والتغذية السليمة فيتعافى لوحده الأمراض الكومن قوي ناخدها من فوق لتحت كده أول حاجة بس أقولها بسرعة كده الأمل مهم جدا الأمل في بداية دخول المدارس أنه نهتم أن الأطفال نمشطهم ونتأكد ما فيهش أمل لأن الأمل دي من العدوات المنتشرة جدا في المدارس وبتنتشر بسهولة قوي لأن الأمل ده بيفقص البيض ويتوالد بسرعة البيض ده يتقاصر بسرعة فناخد بالناب بعد كده بننزل عندنا نزلات البرد أشهر حاجة وده بيسببها أكتر من 200 نوع من الفيروسات أشهره من حاجة اسمها ريينوفيروس ونزلت البرد دي بسيطة جدا شوية عطس خفيف شوية راشح خالص نزلات البرد دي بتصيب الردع من 6 إلى 8 مرات في السنة فدي حاجة بسيطة جدا شوية برد شوية راشح شوية عطس خفيف يمكن ارتفاع بسيط في درجة الحرارة وبنتعامل معاه بمنتهى يعني شوية نقطة محلول ملح في الأنف ده واسمه البرسيتامول المتوفر في كل الصيدليات لو الطفل سخر بياخد راحة يومين 3 نزلات البرد بالكتير 5 أيام أعرضها بتزول في بعد كده الألف الوانزة والألف الوانزة دي برضو مرض كومن جدا على مستوى العالم وبسيط جدا وإن كان بيسبب حوالي من 300 ل400 ألف حالة وفاة سنويا ولكن الألف الوانزة بتيجي على هيئة رشح ممكن عطس ممكن شوية كحة احتقام في الحل يمكن ضغرة الحرارة بتبقى أعلى شوية لكن في النهاية برضو راحة تامة بنحط محلول ملح بندي حاجات بسيطة مخفضة للحرارة لو حصل منها مضاعفات بنتعامل مع المضاعفات إمتى الأم تلجأ للطبيب لو الحرارة استمرت أكتر من 48 ساعة الحرارة عالية فيه زهرة كحة الطفل تعبان مش قادر يتحرك بنلجأ للطبيب لكن إحنا برضو بنصح كل أم بتسمعنا لو سمحتي لما طفلك يتعب ادي له خافض الحرارة اللي احنا متفقين عليه اللي اسمه البرستامول ده دواء آمن قادر أديل أي طفل ملوش أي أعراض جانبية أكتر من 48 ساعة الحرارة مستمرة يفضل أن حضير تلجأي للطبيب المختص الجرعة الخاصة بالبرستامول بتبقى إيه؟ الجرعة الخاصة بالبرستامول دي مهمة جدا هي من 10 إلى 15 ملي جرام لكل كيلو جرام من وزن الطفل يعني لو طفل وزنه 20 كيلو بنتدي له حوالي 300 ملي جرام دي الجرعة وممكن تستشير طبيبها حتى بالتليفون ساعات بيسألونا وبنجاوب عليهم ممكن يتاخد كل 6 ساعة كل 6 ساعة أنا عايز أقول برضو لكل أم بتسمعنا الحرارة دي نعمة ربنا بعتهن الجسم بيعملها علشان يقوم بها المرض الناس بيبقوا بانيك جدا من ارتفاع ضغرة الحرارة ودي بيش حاجة علمية الجسم لما بيخش فيه ميكروب عدوى بكتيرية أو فيروسية من حكمة الجهاز بتاعنا الجسم البشري أنه بيرفع ضغرة الحرارة ضغرة الحرارة لما بتترفع بتخلق بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا والفيروسات الناس بتقلق تقول لي يا دكتور بس الحرارة بتعمل حاجة في المخ الكلام ده غير علمي على الإطلاق في الأطفال بتوعنا من 3 إلى 4 إلى 5% عندهم عرضة مع ارتفاع ضغرة الحرارة يحصل لهم حاجة اسمها التشنج الحراري ودي كومة في العمر من 6 شهور لسنتين بتقل حدتها لغاية 5 سنين نادرا تحصل بعد 5 سنين بنقول لأم بفرض أن الطفل سخنه وحصل تشنج بيلي راسه بشوية مية وسبية خلال 3-4-5 زيائق بالكتير بيرجع تاني لحالته الطبيعية لو الحالة طولت انزلي الأقرب مستشفى أما حكاية أن الطفل جات له سخنية وحصل له مشكلة بعديها بالمناسبة كمان أن الدولة حاليا بتعمل تطعيم لكل المدارس للحمة الشوكية أو للتهاب السحائي وده برضو كل أم بتسمعنا لما يجيلي الجواب من المدرسة لتطعيم ابنك هذا التطعيم هو حاليا شغال في المدارس الوقت البعض الفئات العمرية ده تطعيم مفيد جدا الحمد لله المرض ده بسيط جدا في مصر ملوش صورة وباقية في مصر لكن تطعيم مهم والدولة بتقدمه بالمجان في المدارس التطعيم ده مهم لما الطفل بيجي له حالة سخنية ويحصل بعدها مشكلة غالبا بيكون ده الالتهاب السحائي فده جاي مهاجم ده مرض جاي زي الألف الوانزة جاية رايحة الجهاز التنفس العلوي أو السفلي فده مرض جاي للمخ فما تخافوش من الحرارة الحرارة في حد ذاتها شيء حاجة مفيد لكن احنا بنتعامل معه تخفيض الحرارة يا دكتور بيبقى ازاي يعني ببعض الأحيان منلاقي أمهات تستخدم مياه سقعة والطفل يبقى يعيني بيترعش وسخن وحالته حالة وكمان نقوم وحطين له مياسعة البعض بيبقى قلبه ضعيف يقول لك خلاص خليها مياه فترة أو خليها مياه سخنة اهي مياه برضو تعمل يعني واشنج للجسم وكده نستخدم ايه علشان نقدر نخفض الحرارة الطفل لو سخن والكمدات أماكن وضعها فين الطفل لو سخن أول حاجة أعملها أن أنا أخف هدومه أقلعه الهدوم التقيل اللي هو لابسه اتنين مفيش مانا أن أنا أعمله درش مياه من الحنفية لا المياه السقعة دي ممنوعة خالص بس أعمل مياه في الشتاء تكون فترة شوية في الصيف تكون مية الحنفية دي وما نزودش عن خمس دقايق الدرش ما يزيدش عن خمس دقايق أما الكمدات أماكنها اللي بتجيب نتيجة كويسة لما حب أعمل كمادات حوالين رقبة تحت القبط بين الأغداف في الحتة دي هي دي الحتة لأنها حتة غنية بالدم فلما بحط الكمدات بتبرد الجسم بسرعة بعد كده بننزل فيه التهاب الحل عايز أقول كلمة التهاب الحل دايما الأماتي قلت لها أصبح كان عنده التهاب في الحل كان عنده التهاب في الحل الحل هو بوابة جسم الإنسان أي مرض داخل داخلي جسمي هيعدي على الحل فيعمل التهاب في الحل دي حاجة صحية الحل دعم زي البواب أنت طالب لها مرة رايح فين فبيصطادوا هنا فدي حاجة آمنة التهاب في الحل ده شوية حاجات دافية كافية جدا بعد كده فيه احتمال ييجي اللوز واللوز دي من الغدد المهمة جدا من أهم الغدد في الجهاز المناعي دي بتحمي الطفل وحكاية نحن نشيل اللوز بطريقة بزيادة كده لا اللوز دي لها شروط ولازم نلجأ للطبيب المختصط على الأنف والأذن هو اللي بيحدد إمتى تتشال ومتشال بقول أن أي دور برد في الأطفال لازم نهتم أن احنا ننضف الأنف بمحلول ملح ودي حاجة بفيدة عشان بنخاف من التهابات الأذن الوسطى والتهابات الأذن الوسطى في الردع تلاقي الطفل يزهد الفراش مش عارف ينام الطفل الكبير بيخبط على ودانه طفل المدرسة بيجي يشتكي يقول ودني وجعاني عايز أقول له كل أم الطفل اللي يقول ودني وجعاني لازم تتجه به لطبيبة الأطفال المختص لأنه لازم يعالجه لأن أنت لو اديت له أي حاجة مسكنة الوجه حيروه لكن المشكلة ما راحتش المشكلة بتبقى عبارة عن مخاط في قناة طالع من قناة الساكيوس جاي في الأذن الوسطى فأنت عالجتي الألم اللي مسبباه لكن ما عالجتيش المشكلة لأنها ممكن على المدى البعيد تأثر على سمه بعد كده بننزل قد يحدث مضاعفات من الألف الوانزة أن يحصل نزلات شعابية خاصة الأطفال اللي عندهم حساسية بتوع المدارس عايز أقول له كل أم برضو بتسمعنا لو ابنك عنده حساسية صدرية والطبيب منبه عليك التزمي باستعمال البخاخات الخاصة بابنك وما تخافوش خالص من البخاخات البخاخات هي علاج آمن وفعال ونتيجته فعالة خاصة لأطفال المدارس لأن أنا عايز الطفل عندي في مدرسة يروح يحضر حصته ويلعب وينبسط ويستمتع بالمدرسة طب لو عايزين من حضرتك كده رشدت لتخوية الجهاز المناعي لأولادنا رشدت 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 طيب تخوية الجهاز المناعي ده سؤال بيتسأله جميع أطفال الأطفال كل يوم إزاي نقوي جهازنا المناعي واحد بيئة صحية البيت بيخشه شمس بيخشه هوا مفروض زباب عشان الزباب ده ممكن ينقل الأمراض خاصة مرض الاتهاب الكابدي الوبائي مفروض تدخين نهائي مفيش أب أو أم بيدخنوا في البيت ويقولك أنا بدخل في قوضة وقوضة لا ما ينفعش الكلام ده نهائي نمرة 2 التخزية الصحية للأطفال دي مهمة جدا الهرم الغذائي بتاع الأطفال معروف 40% نشويات زي الكيك زي المخبوزات زي البيتزا 35% خضار وفاكة مهمة جدا لأنها بتقوي الجهاز المناعي 20% بروتينات اللي اللحوم والفراخ والبيض اللي قلناها والألبان لأنها بتكون الأجسام المضادة 5% من الدهون نمرة 3 على الأطفال كلهم ولادنا وبناتنا أنهم يمارسوا الرياضة ساعة كل يوم عشان كده المدارس زي ما بتهتم أن تكون في حصة للألعاب لأولادنا نمرة 4 ودي حاجة مهمة جدا من فضلكم نيموا أولادكم بدري بالكتير الساعة 9 أو 10 بالكتير قوي لمدة 8 ساعات ليه يناموا بدري وليه 8 ساعات لأن الطفل لما بينام بدري ده بيدخله في النوم العميق النوم العميق ده بيطلع هرمون مهم اسمه هرمون النمو هرمون النمو وهنام في الظلام عشان يطلع هرمون الملاتونين اللي بيساعدني عن نوم وده النوم العميق ده والنوم السليم ده بيقلل نسبة الكورتيزون اللي بتطلع طبيعي في جسمي أثناء الليل وأعراض الكورتيزون العالية ومشاكلها بعد كده مهم إن احنا نلتزم بالتطعيمات الدورية اللي الدولة ممثلة في وزارة الصحة بتقدمها بالمجان تماما نلتزم بيها ما تخافوش من التطعيمات التطعيمات آمنة لأن طلع برضو دلوقتي غاو كده التطعيمات آمنة تماما ومفيدة تماما لكل أولادنا بعد كده الالتزام بالتباعد الاجتماعي في فترة الكوفيد لما حصل تباعد اجتماعي اختفت الألف الوانزة كناش منشوف في عياداتنا ألف الوانزة ولا برد ولا ولا للمجرد أنه حصل تباعد اجتماعي فكون كل طفل يلتزم إزاي يسلم على صاحبه إزاي يلعب مع صاحبه إزاي يكون عنده منديل خاص به إزاي يخسل إيده قبله وبعد الأكل لمدة عشرين ثانية بالفرق نعلمها له دي حاجة بسيطة جدا إن الطفل يكون له لانش بوكس زي ما قلنا كل شكرا لك دكتور يوسف سعد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة شرفتنا ونورتنا شكرا لحضورتك شكرا لك نورتنا يا فان